سجل بمدرسة دراس بألمانيا كان معنا يتعرف على بنات بس صار شيء ما كان هو بنفسه يتوقعه أتمنى لكم استماع حلو خلينا نبالج عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية مرحبا وهلا وسهلا فيكم حبادي بحلقة جديدة حلقة بالعربي مع شاب عنده هواية بألمانيا أكتشفها هواية كتير غريبة وبتخيل أي أحد حيسمع أنه شاب بيعمل هاي الهواية ممكن يستغرق ولكن عبد الرحمن أكتشف هاي الهواية لأله بطريق الصدفة وبطريقة كتير غريبة ومضحكة أهلا وسهلا فيك عبد الرحمن بالمهلي بالمهلي خبرنا مين هو عبد الرحمن وحكيلي شو بتعمل بألمانيا اسمي عبد الرحمن كنت مولود وسكنت بالشام لحد 2014 بس أنا أهلي من الجولان وموجود حاليا بألمانيا من 5 سنين بالوقت الحالي بعمل بشركة سيمنز وحل موجود هون مخصوصني أنا هون كمان أنت عم تعمل تدريب مهني بمجال أي مجال؟ بمجال التحكم الآلي أوكي وانت تقريبا لح تخلص كمان لوص بالتدريب المهني انت بعض الضوء؟ تماما بنهاية السنة هو بكون خلص إن شاء الله بالتوفيق الله يخلص عبد الرحمن أنا ما لح أحكي شو هي الهواية وإنما بدي قبل ما نحكي شو الهواية تحكي للقصة من وين أنت وصبت لهي الهواية؟ أنا كنت بزيارة عند خالتي بالسويد بنهاية 2016 وكنت عم بحكي ما عرفيه إلي إلي كونه أن كنت بهذاك الوقت صار لي فترة كنت يعني عم معاني مشاكل بالمكان اللي كنت ساكن فيه وهيك عم قل له خيو أنا السنة الجاي بدي تتغير بديها تكون غير فأنا ناوي كنت أن أطلع من المكان اللي كنت ساكن فيه تقريبا مثل ما تقول كنت ساكن بي بي جي وساكن مشترك يعني كنت بدي أطلع على بيت الحالي وكان بالإضافة لهالشي كنت حابق أني ارتبط بي ابنت ولكن ما كان عندي معارف بالبنات ما كنت معارف كتير فكنت عم بحكي معرفي إلي هو كمان ساكن بألمانيا وعم بسأل شو برأيك أفضل طريقة واحد ممكن فيها يتعرف على بنات فهو قال لي نروح سجل بكورس رأس عفوا؟ شو رأس ما رأس شو شلون أخدت أخدت عن جد محمل جد الفكرة اللي طرحة عليك رفيقك ولا أنت كمان تمسخرت عليه وقالت له لا شو بدي بهالشغلة وتمزح أنت أكيد وهذا الكلام ما بيزبوط أو شي لا لا بصراحة أنا أخدت دغري عن محمل الجد لأن حتى أنا شفت أنه هي فكرة مقنعة لا بأس فيها بالإضافة لهالشي يعني أنا كنت بنظري كمان أنه هي منطقية يعني هو الواحد يعني لما بدو يرقص فهو إجباري ما يرقص مع بنت يعني فأنت تعرف عبنات يعني شي محتم أنه يصطف بهالمجاغل هذا وبالفعل يعني أنا ما أتفكرت بالموضوع دغري مباشرة حجزت ساعة تجريبية بمدرسة رأس قريبة علي وأنا لساتني بالسويد يعني كنت ومنهنيك لما رجعت على ألمانيا دغري بعد بأسبوع رحت على المدرسة وعملت هاي الساعة وبصراحة شفت أنه الجو كان حلو ملائم فيه فرصة يعني فيه كان فرص فيه كان كوتنسيال السؤال اللي بيطرح نفسه كمان عبد الرحمن أكيد فيه ناس بتسأل حاله آم شو اللي خلاك أساساً توصل لهاي المرحلة اللي تقول أنه أنا بدي أتعرف على أبن بغض النظر من وين هي أو شو بتعمل أو شو بتحكيه أو شو والذي منه يعني كان فيه شي موقف هو اللي خلاك تقول أوكي أنا لح أم فتح العالم ومعد بيهمني جنسية الإنسان اللي أنا دي أتعرف عليها أو شو اللغة اللي بتحكيها أو شو شو من كان على بالحقيقة أنا مريت بعد التجارب مع بنات سوريات آم كللوا بالفشل بنهاية المطاف و يعني بصراحة أنا كمان فقط الأمل مني أصلاً لأي واحدة سورية بين قوسين تصلح لأنها تعيش معي وبألمانيا فقلت لحالي ليش أنا لحتى يعني سكر البواب التانية بطريقي مثل الحالي أن واحد ممكن يتفق مع أي إنسان من أي مكان بالعالم مو شرطه أن يكون سوري وبالإضافة لهالشي بحس أن الواحد لما يكون عم يتعرف على شخص من غير مكان بيكون كتير محايد تجاهه وما بيكون عنده أحكام مسبقين بالنهاية لما أنا بدأتعرف على واحد سوري هي بتعرف أني أنا سوري وأنا بعرف أني سورية وفي قواعد مشتركة كتيرة فبتهي القواعد تلتغى مباشرة لما تتعرف مع إنسان من غير بلد طيب أنت حاولت كمان أنه مثلا بطريقة أو بأخرى مثلا تتعرف على حدا هون أو هون بألمانيا مثلا أنه حبيت مثلا تتعرف على إنسان سورية أو حبيت مثلا تخطب حدا أو شي وما نشحت الفكرة ولا أنت من الأساس وقت أجيت على ألمانيا قالت أوكي أنا هلأ هون بهذا البلد تعلمت اللغة فترة سريعة وأسست كمان شغلي وحابب أنه غير حياتي كل ياتا ما بيخلع الموضوع من هشي أنا حاولت كتير أنه تتعرف على بنات هون بس يعني سوريات ولكن يعني الشي اللي خلاني بعدين قرر هذا القرار متما أمتلته كانت تجربة خطبة فاشلة يعني هي فشلة نتيجة أنه بنت أهله طلب ومهر كتير 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 بالنسبة إلي وعن كان عم يصير أنه البنات عم يطالبوا بنفس الشغلات اللي هن بسوريا قبل الحرب كان يطالبوا فيها وباليورو فأنا ما كان عندي لا القدرة ولا الاستعداد أني أنا حتى لو كان عندي القدرة أدفعها المبالب وأمن للبنات المطالب هل الواحد أكيد موسهل أنه يعمم يعني ما بصير أن الواحد يعمم بس بالنهاية الواحد بتعلم التجاربه بكون عنده يعني أفكار مسبقة كيف الأمور بتمشي وبصراحة أنا بظن أنه أغلب البنات يلي إجوا السوريات اللي إجوا لهون يعني أنا ما بعرف غير بنات يجوا مع عائلاتهم وبصراحة أغلب هاي العائلات عم يقدروا يعني يزوجوا لبعض من أريبينهم يعني البنات عم يروحوا لأريبينهم بأغلب الحالات وفي حال إجاههم واحد غريب فعم تنشأ هاي ظهرت أنه عم يطلبوا مهور غالية وعالية وصعب تأمينها جدا عليهم هن نفسهم لو بدون يزوجوا لابنهم يعني من غير عائلة فعبد الرحمن من خلال هاي التجارب اللي مرأ فيها وشاف أنه ما في أمل بالنسبة لأله أنه يفوت بهيك تجربة فحبي يخلي التجربة عجيبة غريبة يعني من خلال الرأس بيحبها عبد الرحمن يقلنا إذا لقى البنت اللي كان عم يدور عليها عن طريق الرأس ولا لقى شيء ثاني هلا أنا قد أكون لحد الآن ما لقيت البنت اللي أنا عم يدور عليها عن طريق الرأس ولكن أنا بالنهاية لقيت هواي أنا كتير محبها ومعرسها بالأسبوع حوالي ثلاث مرات وكان الموضوع بالبداية مثل ما قلت أنا مقتصر على أني أنا بدي أتعرف على بنات وتعرفت على كتير بنات بس بالنهاية ما لقيت أول أحرى كنت يمكن عم يدور بالشريحة يلي أنا ما فيني أصلا نلاقي فيها البنت اللي أنا بدي إياها بسبب طبيعة البنات بعمري بألمانيا أو بأوروبا بالعموم هن من وجهة نظري وحسب تجربتي أنا هن البشر لسه بدون ينبسطوا بالحيالة الأقصى الحدود ما عم يدوروا على أي نوع من أنواع الالتزام سواء بعلاقة أو هيك قد يحدث بالصدفة أكيد فيه يعني في كتير عالم هون عايشين مع بعضو هيك ولكن هذا الموضوع كان بالنسبة لي معقدة شوي كان مانو سهل بالنهاية كمان أنا بضل بالنسبة كتير من الألمان أو الأوروبيين اللاجئ الأجنبي العربي المسلم يعني الأحكام المسبقة ما بتخلى بالنهاية بالرأس بتنزاح كتير مثل ما الموضوع يتحول لأنه خلينا يلتقى بزون الرأس وهيك هذا الموضوع بصور بصير أوضح أنه لأ طول بالك أنا صح كنت عم برأس معك بس يعني فكرة أني اتعرف عليك ما شرط طيب عبد الرحمن بالأساس وأتفات على موضوع الرأس هو كان عم يحاول يلاقي هاي البنت فعبد الرحمن أكيد كان عنده موقف أو مواقف يعني صارت معه ومثلا صارت معك أنك أنت حاولت ولكن إجاك رفض ففي قصة ممكن تحكينا بهذا الموضوع أكيد أكيد هل الموضوع صار والمكان يعني الرفض متعدد يعني يكون أحيانا بمراحب بفكر الواحد أنه خلص الأمور ماشي يعني ليش اي ف فيني أحكي لك قصة عسرين مثال أنا تعرفت على وحدة من خلال الرأس ولتقيت معها مرتين وثالث مرة عزمتها عندي على البيت هي نامت عندي من الثلاثة للأربعة والجمعة كانت طيارتها مسافرة على المكسيك ولما صارت بالمكسيك بعد شيء أسبوع حاولت تواصل معها بعد تواصلت معي وللي الله بعرف عنها شيء والموضوع صار لسنتين ولكن هي بالبداية كانت كأنسان يعني كثير مقبل ومنفتح ولكن أنا بحس أنه يعني المعظم الألمان أو خلينا الكائنات البشرية اللي تعرفت عليه هون بيفتقروا للتوازن يعني هن كثير مثل ما نقول بالشام يعني سوعتي يعني ويوم هيك ويوم هيك ما بتحذر لهم فهن أشخاص مثل ما أنا بحس أنه ما بحب الالتزام طيب بما أنك أنت أول شيء بلشت تجاربك وحاولت أنه تدور على بنت بلدك مثل ما بيقولوا بألمانيا وبعدين لقيت أنه بنت البلد صعب صعبة المنال مثل ما بيقولوا فأنت حاولت عن طريق الناس اللي ممكن تتلاق فيهم عن طريق الرأس بس كمان أنت لقيت أنه هدون الناس بهذا المجال صعب أنه يعملوا علاقة جدية ويكونوا عن جد بنفس الالتزام اللي أنت عم تفكر فيه طب شلون بفكر عبد الرحمن هلأ والله حاليا أنا تارك الموضوع للصدفة يعني بصراحة ما عد يعني أنا بالبداية كنت يعني نشط تجاه أني أنا بدي أعمل علاقة وبتجاه أني استقر وأسس عيالي يعني يعني أنا بظن لو أني كنت بسوريا وبعمري هذا وما كان في حرب يمكن هلأ كان عندي ولا يعني ما كان في هل يعني بالنسبة ل وطاعنا نحن كسوريين وطبيعة حياتنا كمجتمع سوري موضوع تأسيس العيلة هو موضوع ما منفكر فيه هو بصير يعني هو بعد فترة عمرية معينة إذا أنت ما بلشت فيه سألك العمل شو صار مع فليش يعني بصراحة لأني أنا كون أنا ولدت وعشت بسوريا فترة كتير طويلة يعني أو أغلب عمري يعني فضلت هالفكرة براسي أنه أنا لازم أسس عيلي وهيك ولكن مع الوقت نتيجة يعني ما في يقول لأنه أنا قدرت وما كان بدي نتيجة سوء الحظ فيه الواحد يقول أو أو لا شو رأي أكيد الحظ بيلعب دور بس أنا بالنهاية ما كتير كنت يعني أنا توقفت عند المحاولة عند مرحلة معينة ما عد حاولت يعني قد يكون شخص ثاني غير حاول وحاول وحاول ويمكن يوصل للي بده إياه بس أنا عند مرحلة معينة حسيت الموضوع اللعناء فيه ما بي يعني يعني المخاطرة كانت النسبة الكبيرة أنه أنا هذا اللعناء كله يروع الفاضل سواء بالبنت السورية أو بالألمانية خلينا نقول عبد الرحمن أنا بتشكرك لصراحتك بس بحب كمان أسألك سؤال يعني بما أنه أنت تقريبا صلق خمس سنين بألمانيا وعيشت تجربة لجوء كمان يعني سيئة بمنحة وآخر الأشخاص اللي بيسمعوا بيقدروا يحكوا ألماني ويفهموا ألماني بحب أقول لهم يعني أنا السؤال اللي بدي يسألك يا أنت شو برأيك اللي لازم يصير كرمال عبد الرحمن يقدر مثلا يقول أوكي أنا ممكن أخذ وحدة عربية شو مقويمات هاي الإنسانة العربية أو بنت البلد اللي لازم تكون عندها كرمال أنه عبد الرحمن يوافق عليها يعني أنا بالنهاية كعبد الرحمن بهمني أنه هالبنت تكون شخص بيعتمد على حاله مع أنه اتكالي أمين في نئو ثقفي ويكون ما يكون ما يكون تفكيره محدود ما يكون عنده قوالب فكرية بمخه مجمدة ويكون حر فكريا يعني يكون لبرالي بالنهاية ما بحب أني يعيش مع إنسان خلص معند على شغلة ومقتنع فيها وهي الصح وما بيقبل النقاش فيه و بحب أني كمان يعيش مع إنساني تكون بتحب الأولاد أنا بحب الولاد كتير فإذا يجيتني واحدة ما بتحب الولاد أو ما بتجي الولاد أو ما بعرف أيش من المشاكل الموضوع في الولاد فهذا رح يكون عائف هائل عبد الرحمن شو علمتك هواية الرأس هواية الرأس علمتني شغلات مثل أني أعرف استلذ بالموسيقى التعامل معها بطريقة مختلفة أنا بالنهاية ما كنت بعرف يعني حياتي بسوريا ما كنت سمعان موسيقى أوروبية أو موسيقى غربية بالعموم فمن خلال الرأس تعرفت على أنواع كتير من الموسيقى تعرفت على أنواع كتير من الألحان تعرفت على أنواع كتير من الرأس اللي أنا ما كنت بعرفها وحسيت أنه مثلا في إلي شخصية بالرأس يعني أنا لما بكون عم برأس عندي شخصية ثانية أنا ما حدا بيعرفي فيها وهي شخصية ما تظهر علي حتى غير لما أنا برأس والأكتر شي يعلمني يا رأس أن الواحد يستمتع باللحظة اللي هو عايشة وما يستنى على أمل أنه بعدين يستمتع لشي عبد الرحمن أنت مثل ما تفضلت وقلت أنه تصلك خمس سنين في ألمانيا وبالحكي اللي حكيناه بالمقابلة اللي عملناها باللغة الألمانية يعني أنه توضح لي أنك أنت إنسان كتير مسابر وبتحب أنه توصل المثالية بالطريقة اللي بتحكي فيها بالألمانيا بتحاول دائماً تحسن من حالك حاولت كمان بأقل من سنة تقريباً تخلص كل مستويات اللغة بحيث أنك بلش شي مشروعك في ألمانيا ومن هالأصص هيك اللياتها طيب شلون أثرت عليك ألمانيا بعقليتك؟ شلون بفكر عبد الرحمن بالمجمل العام بعد خمس سنين في ألمانيا؟ هلأ بالبداية أنا كنت مركز بس على اللغة مثل ما أنت ذكرت وكنت بس مهتم بإني حطت القواعدة الرئيسية لحياتي اللي هي كانت اللغة، الشغل، البيت، يعني إن شاء الله تلي الواحد بيحتاجها للحياة بأي مكان بديو يعيش فيه وبعدين لما تفرغت لشخصيتي أنا مرأت بمرحلة اللي هي كانت أنه يعني كنت لما أقعد مع السوريين فكر من نفس الطريقة اللي هني يفكروا فيها وإحكي على الألمان مثل ما هني بيحكم ولما كنت أقعد مع الألمان فكر بنفس الطريقة اللي هني بيحكم فيها وإحكي على اللاجئين كمان مثل ما هني بيحكم سواء كانت بصريقة إيجابية أو سلبية أو شو ما كانت أو حتى اللي مكانين تتناقش عن وضيع المال على قلاب سوريا ولا بللجون بس مشان أفهم هاي النقطة يعني أنت أصدق أنه كنت أقعد مع ناس ألمان كانوا يحكموا على اللاجئين وأنت أساساً لاجئ يعني شو كانوا يحكموا عليك بطريقة أخرى وكنت عم توافقاً على الكلام ولا شلون أصدق أنت بهذه المقطة يعني لما يكون فيه انتقادات للاجئين على سبيل المثال يلي بيروحوا بيجيبوا أطفال وبيخلفوا وهني ما عنده الإمكاني أن يعيشوا حالهم يعني أنا بلحظة من اللحظات كنت أه أوكي لما قعد مع واحد ألماني يقول لي يا أخي إذا أنت لحالك معرفة أنت أمن أكلك كيف عم تروح تخلف أولاد يعني وأنت بتعرف أنه فيه طريقة لتتفادى هالشي فأنت بالنهاية عم تجيب أولاد بطريقة أنه أنه من شال نحن نتتعلك مع عيشتهم يعني هيك هنا كانت نظرتهم بالعموم يعني مزبوط أوكي كانوا عم يحكوا عني أنا كالاجئ بس أني ما كانوا عم يحكوا عن كانوا يدائماً يقنعوني أنه أنت لا أنت غير بس هالهات الحكي ما بيعني لكتير بس كان بالنهاية يعني أنا بقصد أنه لما يصير لما أنا أعد مع الكائن الألماني مع الإنسان الألماني وأحكي معه عن أي موضوع بفترة من فترات حياتي كنت وافقه بالرأي وأنظر بنفس المنظور اللي هو بينظر فيه لأغلب المواضيع بألمانيا وشلون صار عبد الرحمن هلأ معنات؟ هلأ بعد مرور سنتين تقريباً بلشت بإني معدت مقتنع بالشخصية السورية 100% ولكن كمان بالألمانيين ما يمقتنع 100% فبلشت تكون شخصية جديدة اللي هي بارها خليص بين الشخصيت وصراحة أنا يعني فيه شغلات كتير في حياتي كنت معني متخيل أني أغنى ما أعملها وعملتها وكمان فيه شغلات كنت بتخيل أني لا يمكن أني أقدر أعملها وعملتها وبتخيل أني أنا ممكن أعمل كل شيء يعني أنا سابقاً كنت أقول أنه أنا لا يمكن يوماً ما أعمل هالشيء أنا هلأ ما بقدر أقول هالجملة لأنه أنا ما بعرف يعني أنا حسيتني مريت بظروف أجبرتني أعمل كتير شغلات أنا كنت أقول أني أنا ما رح أعملها فأنا هلأ بالوقت الحالي كعبد الرحمن هلأ منفتح لكل شيء شو هي الطريقة اللي عمل لعبد الرحمن كرمال انه يحكي ألماني بهي الطريقة هلأنا اللي بلشت فيه بالبداية اني أنا كنت عم كبر قاعدة الكلمات اللي أنا بعرفها وبعدين تحولت لمرحلة كنت ترجم فيها من العربية للألماني وبعدين اكتشفت انه هالمور معقدة كتير يعني كنت حس انه المفاهيم الموجودة باللغة الألمانية ما أنا موجودة بكتير من الأحيان يعني أنا بمخي العربي ما لا وجود يعني لما ينحكي قدامي فعل أنا ما عم بفهم هو أصلا عن شو عم يحكي يعني أصلا أوكي لما ترجمه يكون له ألف معناه بس هو بالنهاية لما بينحكي قدامي بالموقف معين أنا ما كنت أفهم شو هو بعدين توقفت عن الترجمة نهائيا وانتقلت لمرحلة كنت عم تعلم الألماني بالألماني وهي هي كانت الخطوة المحورية اللي حسنت من لغتي كتير وبعدين قدرت اني أنشئ بمخي اللغة الألمانية كلغة بحد ذاتها يعني أنا كنت عم بتعلم بطريقة خير وسيطة أنا بس عم بحفظ بصم جمال كاملة جاهزة بتعبر عن مواقف بأمر فيها الواحد وكانت هي خاصة صحيحة لغويا أنا ما لدي حاجة لحتى أني أعمل لأي شيء كانت الفكرة بس للحفظ بصم وأنه أنا أعرف أربط الأمور مع بعضها طيب عبد الرحمن فيك تحكي لنا شيء قصة مرأت معك وانت عم تتعلم لغة الألمانية وصار معك حادثة وقلت أنه أنا بدي سنين طويلة لحتى تعلم اللغة الألمانية بصراحة كان في قصة وهي أنه كان في فعل ألماني كان كتير تعب لبالي لأنه كان يعني كنت معم بفهمه كتير كان هو الفعل يعني أول معنى ممكن الواحد يشوفه لما يدور على ترجمة لها الفعل هو أنه قف وبصراحة هو كان فعل بالنسبة لي كتير معقد لأنه كان أحيانا يجي بأماكن أنا بالعربي ما محتاج لفعل فيها يعني كان يجي أحيانا بمعنى أنه هو أنه الدولاب ماسك الهوى ما في داعي الهوى بالدولاب انت هنا شو بدك تمسك أو أنه ما عم يخلي ينفس أو هيك بمخهم يعني كان للألمان فأنا تحديت لهذا الفعل كتير ويعني معد تحملت له أنه كان يعني ما كنت أعرف ليش أنه ما عم يفوت على مخي فبتذكر أني رحت لعند جارتي الألمانية وأخدت كل المعاني اللي كانت بالدودن اللي هو معجم ألماني ألماني ورحت لعنده كتبتهم على ورقة طويلة كانوا حوالي 20 أو 19 معنا لهالفعل ورحت لعنده وخليتها تشرح ليهن وقعدنا تقريبا حوالي 3 ساعات وبعد ما هي شرحت لي أنا كتبت كمان شيء 4 أو 5 صفحات وضلت معي تقريبا حوالي الموضوع أسبوع بالمكتبة يعني أنا كل يوم بس عم روح أتعلم بس شو معاني هالفعل يلي ممكن تورك بمكان أنا ما أتوقع شو بيقول عبد الرحمن عن موضوع الاختلاط مع الألمان بتحسين اللغة بالحقيقة أنا تعلمت لحد البياينز يعني تقريبا قضيت حوالي 6 شهور بالمدرسة وأنا عم بتعلم الألماني من دول أي تواصل مع الألمان وأول مرة توصلت فيها مع الألمان كان بعد البياينز البياينز هو المستوى المتوسط تقريبا باللغة كنت لحد هالمستوى متل ما قلت كنت ما أحكي مع ألمان أبدا كانت كان كل شي أنا بتعلمه من اللغة الألمانية هو الشي يلي بتعلمه بالمدرسة ومن الكتب ولما انتقلت للشارع وبلجت أحكي مع الألماني اكتشفت أنه هني بطريقة أو بأخرى بيحكوا لغة كتير مختلفة عن اللغة اللي أنا تعلمتها بالمدرسة وبلجت أدخل بجدالات ونقاشات معه على هي صح وهي من صح وهي ليش بتحكوها هيك وأنتو هي ما بتحكوها وأنا هيك علموني بالمدرسة يعني مثل أي لغة تانية بالعالم الواحد بتعلم اللغة الفصحة وبعدين بنزل على الشارع ليحكي مع العالم وبينصدم باللغة تانية ولكن هو بالنهاية الحكي مع الألمان والاحتكاك معهم كتير مفيد لأنه الواحد يقدر يفهمهم الواحد بيقدر يفهمهم باللغة اللي يتعلمها بالمدرسة بس لحتى يفهمهم لازم يتعلم لغتهم وطريقتهم بالحكي وطريقتهم بالتفكير وحتى حسيت أحيانا أنه هني عندهم قواعد للطريقة الغلطية اللي هني بيحكوا فيها فإذا الواحد ظل يحكي بالطريقة اللي يتعلم فيها بالمدرسة رح يكون شخص ملفت للنظر يعني ما رح يقدر هيك يضيع بين العالم فهو موضوع كتير مفيد لما الواحد بده يكون موجود بالشارع وما حدا ينتبهه إنه أجنبي إنه يكون بيحكي بنفس طريقة الألمان بتخيل إنه إنه في كتير عدد كبير وإن الناس لح تسمع أكيد الحلقة تبعك بالألمان اللي بيهتموا باللغة الألمانية كرمال يعرف وقديش عبد الرحمن بطريقة طليقة بالألمانية بطريقة خالد تقريبا من الأخطاء عبد الرحمن صارني كتير وجودك معي وتشرفت فيك كتير وحابب أسألك الأسئلة الثلاثة اللي بيسألهم دائمة كيف توصف حالك بخمس صفات؟ بوصف حالي بإني شخص ملتزم أمين لحد كتير منيح ويعني بيصعب علي كتير إني كذب يعني أنا بيعتبر إنه الكذب ضعف وكمان أنا رياضي يعني بلعب رياضة كتير بحب لرياضة وأنا شخص عنيد عنيد جدا سواء بأي مجال يعني مو سهل إني أنا ضعف وتنازل شو بتحب تقول لعبودة بتخيل إنه قد كنت صغير كانوا يعدوا لك عبودة صحيح عبودة اللي كان عمره عشر سنين شو بتحب تقوله؟ أهل أنا إذا شفتوا لعبودة رح قلو إنه لايكت ترأكل بين الثلاثة والسبتاش لأنه كان يأكل كتير 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 إلى درجة إنه أمي فقدت الأمل إنه هي أد ما كبرت الطفقة ممكن تستفيد وإنه يضل منها لتاني يوم ومع ذلك تطبخ وبقل له إنه الحياة رح تكون حلوة وإنه هو يضل متل ما هو ما يغير بحاله شي ولا يرد على العالم شو معلوله؟ تمام بس أنا بتخيل إنه أمك عرفت بعدين إنه الأكل اللي كنت عم تاكله ما لاح يروح بالعرض وإنه ما لاح يروح بالطول ما شاء الله أنت طولها كمية وأربعة وتسين سنطي يعني فأمور كلها تمام وأنت رياضي فأمورك بخير شو هي الجملة أو شو هي العبارة اللي بتحب تقولها دائما وتحب ترددها على مسامعك وقت يكون عندك مشكلة أو وقت تكون أنت فرحان أو وقت تكون تحب تحفز حالك يعني بحالك حلو أنا بفترة من فترات حياتي قلت بكتير مشاكل وكانت بصراحة مع أشخاص كتير قريبين لقلي وما كنت متوقع أن يقوع بهالمشاكل معهم فتخيلت أنه يعني بينهاي ألفت جملة أنا كنت بالنسبة لي أعتبرها هي قاعدة بالحياة تقول لا تقع بأخطاء والتزامات الآخرين يعني قد ما كان الشخص اللي قدامك طيب ومنيح هو قد يكون شخص طيب ومنيح عن جد بس ممكن يوقع بالتزامات ما تخلي يقدر يحقق الشي اللي هو وعدك فيه وشو بتحب تقول لكل الناس على الكرة الأرضية إذا بتقدر تبعت لهم رسالة SMS شو بتحب تكتب لهم فيها على إذا بدي أحكي لكل العالم كرة الأرضية رح تبعت لهم كلمة واحدة حاول وبصراحة هي الكلمة يعني بتلقص كمان حياة عبد الرحمن لأنه هو حاول كتير بحياته وإذا هو حاول ونجح فأكيد أي شخص كمان عم يفكر يحاول فحاول لأنه أكيد بالنهاية لحتلاقي الطريق النجاح من خلاله بتمنى أنه تكون الحلقة عاش بتكون وفي شي تاني كمان أنا حاب بقوله الشغلة كتير مهمة بتصور أنه في كتير ناس فهمتها بدون ما أنا أقول ولكن أنا حاب نوه بس لشغلة كتير مهمة بالنسبة لي أنه أي ضيف بيطلع معي إن كان باللغة الألمانية أو باللغة العربية هذا الشي ما بيعني أنه أنا بتمنى آراء هذا الضيف وإنما أنا حابب حاول هذا الضيف وحابب بفهم منه كيف هو بيفكر لذلك أي ضيف وأي حلقة من الحلقات اللي طلعت واللي بتسطلع هذا الشي ما بيعني أنه أنا كعامر بنى آراء هذا الشخص وإنما أنا بتمنى دائما من أي شخص بيسمع الحلقات يكون عنده الإدراء أنه يتفهم هذا الشخص اللي عم يحكي لأنه بالنهاية عم يحكي عن حاله وما عم يجرح بحدا فبتمنى منكم انه تفهموا هاي النقطة بشكل واضح وبتمنى انه تكونوا مستمتعين بالحلقات اللي عم نعملها واي شي انتو حابين تحكوا عنه او اي شي انتو حابين تقولوا لي بالنسبة لهاي النقطة انا دائما جاهز للتواصل معكم انطري الانستجرام او انطري الاميل وبتشرف بيكم دائما شكرا للاستماع ان شاء الله تضلوا بخير وسلامة سلام كان معكم عامر في عربي الماني استنونا بالحلقات الجاية